نعرف جميعا أن أرستو أعتقد بوجود إله أو صانع أول للكون وليس بخالق وقال بأن هذا الصانع هو محرك لكنه لا يتحرك واستنتج هذا الأمر من خلال نمط من التفكير سنحاول تتبعه في هذا الفيديو القصير حول هذا الموضوع فكونوا معي العالم أزلي وهو موجود أبدا أما الله فصانع الزمن لا يمكن أن تكون له بداية ولا نهاية لماذا؟ لأن هذا لو صح فلا بد أن نسأل أي حدث قبل ظهور الزمن وأي حدث حدث بعد انتهاء الزمن؟ الجواب لا يمكن أن يحدث الحدث أي حدث كان دون وجود زمن الزمن بالتالي هو مجرد ظاهرة من ظواهر الحركة مثلا وحسب تعبير أرستو قيمة حركة الشمس حول الأرض تعادل ما نسميه اليوم يوما أو دائما نسميه يوم وما دائما هذا الزمن موجود دائما فالحركة بالتالي ستستمر دائما هكذا استنتجه واستدل أرستو على هذه المفاهيم وهنا يسأل أرستو يقول ولكن لماذا تحدث الحركة ويتولد الزمن أصلا؟ الجواب حسب أرستو لأن هناك أشياء في هذا العالم توجد أشياء في هذا العالم وبالتالي لا يمكن حدث أي حركة دون وجود أشياء تتحرك وعليه لا بد من وجود أشياء في هذا العالم والنتيجة هي ما نشاهده بعيننا وهي وجود الأشياء حولنا وفينا أيضا هذا يعني شيء مهم جدا وهو أن هذه المادة أزلية وموجودة منذ الأزل ولن تفنى وهذا طبعا بعد ذلك في العصر الحديث تم اكتشاف قانون أو وضع قانون المادة لا تفنى ولا تستحدث ومن خلال هذا المبدأ الأول الذي وضعه أرستو والآن الحركات هذه التي تحدث عنها أرستو هذه الحركات لا تحدث بعشوائي أو لا تحدث بسبب غامض إنما هناك شيء ما يحركها ولكن ما يحركها يجب بالتالي عليك أن يتحركه أيضا حتى يحرك غيره فأنت كيف تحرك شيئا وأنت لا تتحرك مثلا نضرب مثال أنت تريد الآن تحرك صخرة فماذا تفعل؟ تأتي بعصى لكي تحركها لدينا الآن ما الذي حدث؟ لدينا الآن الثلاثي الصخرة وعصى ويد تحركها الصخرة لن تتحرك إلا بتحرك العصى والعصى لن تتحرك إلا بتحرك يدي أو اليد وهكذا الأمر إلى ما لا نهاية هو هذا اللي تحدثنا عنه وقلنا بأن الحركات لا تحدث بعشوائية أو لسبب غامض إنما دائما هناك شيء ما يحركها وهذا من يحركها أو بدوره أيضا يتحرك وعندما أقول أنا أحرك يدي أن الصخرة تحركت لأن العصى تحركت من حرك العصى؟ يدي من حرك يدي؟ أنا من أين أتت هذه الحركة؟ أتت من الطاقة التي أنا التي أمتلكها ومن أين أتت هذه الطاقة؟ أتت من شيء آخر وهكذا وهكذا إلى ما لا نهاية طبعا رسطة ما وصل إلى فكرة الطاقة التي أنا أتحدث عنها لكن هو أخذ هذا المثال حدود ثلاثية بين اليد والصخرة والعصى الآن سنتصور هاي السلسلة سلسلة الحركة بين الصخرة والعصى واليد وهذا الأمور راح يخلينا نقول بأن ألف مثلا يحرك با اللي هو ألف مثلا الصخرة والألف مثلا العصى تحرك با التي هي الصخرة وجيم اليد هي التي تحرك العصى وجيم أيضا اليد يعني أيضا تحركها دال ودال تحركها هكذا تستمر السلسلة سلسلة القوى التي تحرك الأشياء بالتسلسل وهنا نتساءل متى ينتهي هذا التسلسل يعني المشكلة هو هنا راح ينتبه لها أرستو قال بأنه هذا عندما نلاحظ هذه السلسلة وسلسلة الحركات هذه راح نلاحظ شيء مهم جدا وهو أن هذه الأشياء تحدث في الوقت نفسه أي أن المجموعة بأكملها تتحرك في آن واحد السؤال هنا الآن طبعا هاي رادلها شوي تأمل لكن السؤال الآن كيف تتحرك هذه المجموعة هنا يضع يعني هاي المعضلة يحاول أرستو تفسيرها أو حلها فماذا قال؟ قال بأن المادة سلبية بطبيعتها أو بطبعها وأن هناك من يحركها فلو التحرك هذا الذي يحركها حتى نصل بسلسلة الحركة إلى محرك يجب أن لا يتحرك لأنه لتحركها يعني راح تختلل يختلل توازن بأكمله حسب أرستو لكن أين هذا الذي لا يتحرك؟ هنا يحاول أن يستمر بسلسلة الحركات أرستو ويقول أنه إحنا لو تابعنا هاي الحركة راح نجد بأن هناك كواكب تتحرك حركة أبديث وهذه الكواكب لا بد أن تحمل معها أقولا تتأمل في ذاتها وتنتج الحركة هذا هو فكرة عميقة جراء الحديث عنها بشكل كبير جدا وعبر تاريخ ما هي هاي الأقول كيف تتحرك كيف تتأمل في ذاتها هاي طرحت نظريات لا حصرة لها حول هذا الموضوع لكنه هو المختصة مالتها أنه هاي الحركة التي لا تنتهي سلسلة الحركات راح تصل إلى درجة تصل إلى كواكب التي تتحرك حركة أبدية بدون توقف وهذه الحركة لا بد أن تحمل معها أقول تتأمل في ذاتها وتنتج الحركة أي معنى آخر أينما وجد عقل يتأمل في شيء ما لا بد من أن توجد معه الحركة لكن السؤال هذه العقول نفسها التي تتحرك لكي تكون فاعلة من الذي يحركها؟ رجعنا للسؤال نفسه أرسطو يقول لا بد من وجود عقل أسمى لا يتحرك وهذا العقل هو الذي يتأمل في ذاته فقط أي أن هذا العقل هو الإلهة بمعنى آخر بالتوصيف ما بعد أرسطو الألماء أو المفكرين واللاهوتين ما درسطو قالوا هذا العقل هو الأسمى هو الذي يتأمل في ذاته فقط وهو لا يتحرك لكنه ينتج الحركة أشبه بالحذف أو شيء من هذا القبيل المجموعة العقولة التي تحدث عنها هي عبارة عن هذه الكواكب التي تتحرك حركة أبدية ما هو هدف هذه المجموعة العقول؟ هو هدف النهائي هو تحقيق الخير الأسمى قبل أن نشرح ما قاله هايجر سحاول تقديم ملخص آخر لما قاله أرسطو قال بأن المادة أزرية وأن العالم قديم أي أنه مصنوع وليس بمخلوق كما تقول الأجان الإبراهيمية وهذا هو الذي ولد الصرع لكن فكرة المصنوع طبعا هي مشكلة خطيرة لأنه معنى الصناعة يختلف عن معنى الخلق الخلق يبدأ من عدم أنه كان هناك إله فقط وهناك ولم يكن هناك شيء غير الإله وهذا الإله في لحظة معينة خلق كل شيء أي أنه كان موجودا أنه موجود سواء كان العالم موجود أو غير موجود لكن عندما نقول مصنوع فهذا يعني بأنه كان موجود داخل العالم وأنه وجد داخل العالم وهذا تشكل من مادة موجودة سابقة عليه وهذا فرق كبير بين فكرة أرسطو والفكرة التوحيدية هذا هو الذي ولد الصراع الكبير وفي الحقيقة كان الصراع مع قسم من التوحيدين لأن منعتهم فريق قال بأزلية المادة كالمؤتزلة وأيضا مع الفلاسفة مثل الرازي وفريق آخر رفض هذا الكلام مثل يعني علماء الكلام الإسلاميين والمعروفين الخلاف لكن هنا هو مو يعني كان على وجود الله من عدم وجوده لأنه الموضوع إذا رجعنا أرسطو هو اشترط وجود الخير الأسمى أو الإله بالمعنى التوحيدي لكنه فصله عن المادة وهذا هو اللي أغضب الجماعة التوحيد أو الأجيان التوحيدية لأن فكرتهم قائمة على أن يتدخل هذا الإله في العالم ويرسل الإنبياء فكيف يرسل الإنبياء إن كان منفصلا ولا علاقة له بالعالم بل لا يتحرك ولا يتفرك هنا المشكلة معنى آخر هذا الإله خلق هذا العالم خلقنا هذا العالم ونحن ضمنه وتركه ولكن قبل أن يتركه تركه لنا عقلا ندبر به أمورنا بدليل أننا لا نجد أنه أرسل مثلا للكلاب نبيا أو للحمير أو للثيران أو للقرود أرسل فقط للبشر الأنبياء والكتب المقدسة فكما يبدو أن هذا للقردة والثيران والكلاب يعني لديها ما يكفي لتبقى على قيد الحياة وتكاثر بدون الحاجة لوجود أنبياء على كل حال هايجر نرجع على هايجر يقول هايجر كل الطرفين كانوا على خطأ سواء الفلاسفة أو التوحيدين أي سواء جماعة اليونان أو الفلسفة اليونانية الكافرة الملحدة التي لا يحتاجها لشريعة حسب رأي ابن تيمية وأيضا يقول بأن التوحيدين من اليهود والمسيحيين هؤلاء أيضا على خطأ لماذا؟ لأنهما شغلوا ألفين عاما من المجادلات حول تعريف الكينونة السرمدية الإلهية وهذه اللي يسميها أفلاطون شكل من الخير واللي يسميها أيضا أرسطو المحرك الذي لا يتحرك وهذا المحرك الذي يتحرك هو الذي يحفز كل الكائنات على الحركة ولكنه في الوقت نفسه لا يتحرك حتى نراجع لماذا؟ ما الذي حصل خلال الفين العام اللي اعترض عليها هايجر فيقول أيضا أنه عد ابن ميمون الرازي ابن سينة الأكويني يعني المحرك الأول أصبح هو السبب الأول وأصبح هو الثابت الذي لا يتغير تغيرت الأسماء لكن المعنى نفسه معنى الأرسطي هذا نفسه السبب أو الثابت الذي لا يتغير هو الذي جلب كل شيء إلى الوجود أي أنهما جوهريا غير مختلفين إلا على التفاصيل معنى أنه جماعة توحيدين أو جماعة أنصار نظرية أرسطو هما ما مختلفين إلا على التفاصيل لا أكثر ولا أغل أي أنهما معنى يقرران بمسألة أساسية بأن الكائنات وكل الشيء ظهر من كينونة سرمدية تدعى الله يعني سواء هذا الإله الصانع أو الخالق هنا يضرب ضربته هايجر ويقول أن الخطأ الكبير لجميع هؤلاء أو لهؤلاء جميعا هو أنهم اعتبروا أن هذه كينونة أو هذا الإله كما لو أنه صنف آخر من الكائنات وأن هذا الصنف وكل ما يختلف به عنه أنه متفوق علينا أي أن هذا الإله أو يقف إلى جوار الكائنات كما يقف الزعيم أو كما نقول فاكهة مثلا أو إنسان لكن بالحقيقة لا وجود لإنسان ولا فاكهة هناك أنواع من فواكه لكن نطلق تسمية عامة على مجموعة الفواكه ونطلق تسمية عامة على مجموعة البشر لكن إنسان بحد ذاته لا يمكن أن يوجد لا يوجد شيئا لأن هذا مسألة مفهوم لا أكثر فيقول هايجر بأن كل الطرفين التوحيدين والأرستيين يحاول أن يفسر وجود الكائنات البشري المحدود عن طريق افتراض وجود كينونة سرمدية خالدة يقول الحقيقة أن هذه الكينونة ليست كائناً مختلفاً يظهر بنفسها عبر هذه الموجودات يعني سواء كانت بشراً أو أشععاً إنما هي مجرد سياق زمني تنتظم فيه وتتواجد فيه جميع الكائنات وكل الأشياء وهذا السياق هو ما يمكن أن يمكن أي شيء من التواجد بشكل فردي أي أننا لو قلنا هناك فواكه تفاع أو برتقال أو ليمون لكننا لن نجد فاكهة كي نشتريها لا شيء يفوق ويتجاوز هذا الأمر هذه كينونة بالتالي ليست نوعاً آخر من الكائنات هي فقط ما هي عليه هذه الكائنات فلا وجود لفاكهة كما قلنا إنما فواكه فقط وعليه الله ليس إلا ما يصنعه البشر في النهاية وما يصنعه البشر خاضع لسياقاتهم التاريخية والمعرفية المتغيرة أبداً الخلاصة الله بوصفه السبب الأول أول دزاين بتعبير هايجر هو مجرد سياق زمني جعل من كل واحد مننا ما نحن عليه أو ما هو عليه لا أكثر ولا أقل وهذا ليس ما يتناساه الناس فقط بل جميع الفلاسفة منذ فلاطون وحتى ما قبل هايجر وهو أن ما الذي يتناسونه هو ما يسمي هايجر الدزاين أو الكينونة أو السياق شكراً جزيلاً واتمنى أسمع رأيكم ومع السلامة شكراً جزيلاً